الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أهداكم فأنتم أكملتم اليوم هذه العدة وكبرتم الله وبقي علينا الشكر يا عباد الله ونشكر سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى إكمال هذا الشهر المبارك هاشا الشهر الكريم والذي ذهب مثل الضيف الآن حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن حمد الشرقي سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة لثقافة والعلام وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي وسمو الشيخ محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة وعدد من أصحاب السمو الشيخ لأداء صلاة عيد الفطر المبارك ويأم المصليين في هذا اليوم الكريم في هذا اليوم السعيد فضيلة الشيخ ناصر اليماحي والذي يأتينا بخطبة تحت عرضان عيدنا مودة وإنسانية وهذه الخطبة التي تتحدث عن الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش والسلام حيث يكون السلام في هذا اليوم بين كافة الناس في هذا العيد الفضيل في هذه المناسبة الجليلة ولعل مفردات السلام والمحبة والتسامح شكلت هذه المفردات مع الآخرين مكونات رئيسية في نهج التعددية الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل الانهيان طيب الله ثراه وباتت هذه الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة حاضنة لكل قيم التسامح ولكل قيم السلام ولكل قيم المحبة وفي هذا اليوم الجليل يجتمع فيه كل المسلمين ليصافحوا بعضهم البعض وليعفوا بعضهم عن بعض ولعل هذه الصفة الجليلة التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة في السلم والأمان وصولوا الحريات واحترام الآخر إذ تضم الدولة أكثر من 200 جنسية تنعموا بالحياة الكريمة الآن هذه الزخ اللهم أكبر الله 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 أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أهدنا الصراق المستقيم أهدنا الصراق المستقيم الله أكبر 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 أكبر الله 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 أكبر قصيامنا وقيامنا وركونا وسميدنا يا رب العالمين في هذا اليوم سعيد واتقبل الله بنا وإنكم صالح الأعمال اللهم أكبر يا رب العالمين اشتركوا في القناة الله أكبر ولله الحمد الله أكبر مجتمع المسلمون في عيد الفقر السعيد يتبادلون التهاني فيما بينهم ويصلون أرحامهم ويتوادون مع غيرهم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين أيها الناس في صباح هذا اليوم السعيد الذي يمتلئ بالمحبة ويفيض بالمودة نهنئكم بعيد فطركم الميمون الذي يفرح فيه المؤمنون إذ وفقهم الله تعالى لطاعته وامتن عليهم بوافر نعمته قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تخفوها وأي نعمة أعظم من تآلف القلوب وتسامح النفوس والتواصل بين الأهل والأقرباء والجيران والأصدقاء كباراً وصغاراً نساءً ورجالاً في مجتمع مستقف مطمئن ينعم أبنائه بحياة سعيدة وهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد يحب بعضهم بعضاً كبيرهم يعطف على صغيرهم وسغيرهم يوقر كبيرهم غنيهم يجود بالعطا وقويهم يعين الطعفة يصنعون المعروف لكل محتاد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويحبون الخير لكل الناس وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير لأن الله عز وجل هو الذي خلق البشر من نفس واحدة وجعلهم أخوة في الإنسانية قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأخوة فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد وآذاق صلى الله عليه وسلم الفوارف بين الناس لتصفو حياتهم وينعموا بمودتهم ويسعدوا بأخوتهم فقال عليه الصلاة والسلام الناس بنوا آدم وآدم من تراب فالإنسان أخو الإنسان وإن اختلفت الأعراض أو البلدان أو الأجناس أو الألوان وقد جعل ربنا تبارك وتعالى الاختلاف بين الناس آية ربانية وسنة كونية قال تعالى ومن آياته ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين وبهذا التنوع والتعددية يحسن التعارف والتواصل والتعايش مع الآخرين على اختلاف ثقافاتهم ومعتقداتهم قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم صعوبا وغبائل لتعارفوا وهذه الأخوة الإنسانية تجمع البشرية وتجعلهم متساوين في الكرامة وتزيل الكراهية التي يزرعها الشيطان بينهم قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء نعم إن البغضاء والكراهية من عمل الشيطان أما الرسالات السماوية فقد أنزلها الله عز وجل رحمة للناس تنشر المحبة والسلام وتنبد التطرف والعنف وتدعو إلى تحقيق العدل وأداء الحقوق إلى أصحابها وتأمر بحماية الضعفاء والمسنين قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعقل والإحسان وإيتاء للقربة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المصلون إن إعلاء القيم الأخلاقية والتعاون والتكامل بين البشرية من مبادئ الأخوة الإنسانية وقد أجمعت تعاليم الأنبياء والمرسلين على تحقيق الألفة وترك الفرقة وأكد على ذلك القرآن الكريم في قول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به لوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولقد أحب الناس دين الله تعالى إذ يحثهم على مكالم الأخلاق والوفاء بالعهد قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون فما أسعد البشرية فما أسعد البشرية عندما ترصف ثقافة السلام في عقول الأجيال وتواجه التقرف بكافة صوره وتجفف منابعه وتؤكد مخبوم المواطنة الذي يعني القيام بالواجبات وتحمل المسهوليات وتعمل على استئناف حضارة تسعد الإمسان وتضمن له حياة كريمة يسود فيها السلام والاستقرار نسأل الله تعالى أن يذيم علينا المسرات ويصبغ علينا الخيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو المفور الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإن الله وحده لا شريك له حثنا على حسن التواصل ورغبنا في جميل التعامل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم عباد الله ونفسه بتقوى الله أيها المصدون في يوم عيدنا نفرح بفضل الله علينا ورحمته بنا ونتبادل التهاني والزيارات فيما بيننا ونصر الأرحام ونفش السلام ونعزز أسباب المودة والويام قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أذلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأقعموا الطعام واصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام هذا تصلوا وسلموا على خير البشر وأطيعوا ربكم فيما أمر فقد قال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارط اللهم عن الفلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومصرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعتم علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات اللهم اجعل دولة الإمارات وطن سلام وسعادة ووفا وازدهار ورخاء وعزة وإباء واجعل المودة شيمتنا والتسامح خلقنا وبذل الخير للناس سلوكنا اللهم انشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلينا وأرحامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد لما تحبه وترضاه واشمل بتوفيقك نائبه وولي عهده الأمين وإخوانه حكام الإمارات اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى لطوانك وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك وارحم اللهم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أدم على دولة الإمارات الأمان والاستقرار والرخاء والازدهار واحفظها برعايتك وأكرمها بعنايتك وأدمها عزيزة شامخة وزدها تقدما ورفعة وتسامحا ومحبة يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم شهداء الوطن وقوات التحالف الأبرار وأدخلهم الجنة مع الأخيار واجز أهليهم جزاء الصابرين بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر قوات التحالف العربي الذين تحالفوا على رد الحق إلى أصحابه واجمع أهل اليمن على كلمة الحق والشرعية وأدم عليهم الاستقرار وعلى بلدان المسلمين والعالم أجمعين ربناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار أعاد الله تعالى هذا العيد عليكم بالخير والبركات وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة 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 الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة